السلام عليكم وصفة اليوم سهلة وسريعة صلطة الدرة بالميونيز بنقدر نقول إنها صلطة صحية لإنها مكونة من مجموعة من الخضار وميونيز باتي بدون مواد حافظة بنحتاج لعلبة من الدرة وزنها 250 جرام أو الدرة اللي بتيجي مفرزة بأكياس بيلزمنا قد كوب ونص أو مج كبير لكن لازم نغليها على النار فترة كافية حتى تطرى وتستوي منيح لإنها أكيد حتعمل نفخة ووجع بالبطن لو ما كانت مطبوخة ومسلوقة بشكل جيد وحتى لو كانت درة معلبات يفضل نسلوقها شوي على النار بعد ما استوت تماما بنصفيها من الميا وبنتركها تبرد وما بصير نحطها صخنة على الميونيز وهنا عندي مجموعة من الخضار مغسولة ومنظفة منيح قطع من فليف لألوان وكمان مكون أساسي ضم من الجرادة الخضراء أو الشبت وجزراء مأشرة حجمها وسط وكم ورقة نعنع أخضر وإن لم يوجد بنحط شوية من النعنع المجفف وعصير لمون والملح هنبدأ بتقطيع الفليفلة لقطع صغيرة بناخدهم بالأول شرائح طولية بعدين بنفرومهم صغير التنوع في ألوان الفليفلة بيعطي جمال لطبق السلطة وكمان تنوع بالطعم لكمية السلطة اليوم ما بنحتاج حبة الفليفلة كاملة وإنما بناخد جزء من كل لون تقريبا تلت الحبة عشان نعمل تنوع بالألوان رح أكتفي بكمية الفليفلة هادي وبعدها بنفرم الجرادة الخضراء فرم وسط وشوية النعنع برضو بنفرمهم والجزرة بنبشرها بالمبشرة الناعمة أفضل ما نقطعها بالسكين خلصنا فرم الخضراء بدنا نحضر سوس المايونيز حضرت الجات اللي حنستخدمه للسلطة وعندي هنا المايونيز اعملته اليوم ما بجيبه من بره شغل البيت أفضل وطعمه كتير طيب وما في مواد حافظة مثل الجاهز وخلال دقايق بتكونوا جهزته حنخلط معه علبة لبن شمينة اللي هو يعني لبن رايب دسم وعال شوية بنضيف اللبن عشان نخفف من كمية المايونيز بضيف كمية من المايونيز تقريبا من 4 على 5 معالق كبار وحضيف عليهم علبة اللبن استعملت الحجم الصغير بيطلعوا 4 معالق كبيرة بخلطهم مع بعض كتير منيح موجود بالقناة فيديو للمايونيز البيتي وبطريقتين والرابط حتلقوا موجود تحت الفيديو بصندوق الوصف ولو اشتريتوا المايونيز جاهز لازم تختاروا نوعية جيدة لانه طعمه ونوعه بيفرق كتير في طعم الصلطة بعد ما جهزنا الصوس بنضيف الدرة وكل الخضار اللي فرمناهم الجزر والجرادة والنعنع والفليفلة وكمان حضيف رشة بسيطة من النعنع لمجفف بنخلطهم مع بعض حتى يتجانسوا بشكل منيح في بحبوا يزودوا إضافات على الصلطة الفطر الزتون الأسود أو مخلل لخيار لو متوفرة عندكم وبتحبوها ضيفوها بضيف عصير اللمون تقريبا معلقة كبيرة ورشة بسيطة من الملح وبخلط ما حضيف هنا خل لإني حطيت على المايونيز خل وشوية سكر حتى يعادل الطعم وطعمه كتير طيب ومش محتاج إضافة جديدة هنا بندوق إذا بيحتاج حمض أو ملح بس بالإضافات اللي حطيتها الطعم تمام ومش محتاجة حاجة والقوام وتجانس الخضار مع المايونيز كتير منيح ومناسب في إضافة بحب أحطها لكن وقت تناول الصلطة بفرم بصلة خضرة صغيرة ناعم كتير أو بصلة عادية صغيرة بتعطينا طعم كتير طيب ونكهة لذيذة هذه حاجة اختيارية يفضل قبل ما نقدمها نحطها بالتلاجة لعدة ساعات عشان تتداخل الطعمات مع بعض والخضار تتشرب من المايونيز واللبن والحمض فبتعطينا طعم أفضل وأطيب بكتير عشان هيك لازم نشتغل فيها من بدري ونحطها بالتلاجة ولو جهزناها من الليل لتاني يوم كمان كتير منيح بنغطيها حتى تظل محتفظة بنكهتها وطعمها وما تاخد من نكهات الأكلات اللي بالتلاجة صحتين وعافية وإلى اللقاء بوصفات جديدة والسلام عليكم